نعم طيب في حديثك سيد علي ذكرت نقطة مهمة جدا وهي الشفافية في العمل اليوم من أهم ركائز عمل وواجبات اليوم هيئة أو سوق الأوراق المالية في العراق هي الرقابة اليوم يعني إذا ما تحدثنا عن قواعد وأنظمة الرقابة في عمل سوق الأوراق المالية التي تمارس على الشركات في السوق الجهة المسؤولة هل فقط هي هيئة الرقابة المالية في حال تم الكشف عن مخالفات ما الذي يمكن أن تفعله اليوم هذه الهيئة الرقابية الهيئة الرقابية الموجودة أنا أشرط لهذا الموضوع تعدد الهيئات الرقابية هي سبب للفشل وسبب للتقييد العمل بالنسبة للأفراد والشركات والمجموعات يعني المصرف الاستثماري لما يدخل فيه عنصر فاعل كشركة استثمارية وتوجه عليه كثير من السلطات الرقابية عدا السلطة الرقابة المالية والديوان الرقابة المالية أو السلطة محترفة مهنية وحدة تفهم في العمل الاقتصادي العمل الاقتصادي هو عمل رياضيات بحت يعني ما يجي مثلا أي شخص عادي يجي يعمل في الاقتصاد هذه مسألة حسابات دقيقة ومسألة حساسة جدا مؤشراتها صعبة طرحة للأسهم من تنطرح كيف تنطرح هذا الموضوع شائك جدا له محترفين اختصاص للنهوض في اقتصاديات البلدان يعني نريد أن نقيده بكثير من الهيئات الرقابية راح نشوفها متحجم ولا يستطيع النهوض ولا يستطيع أن يعبر باقتصاد البلد إلى بر الأمان ترجمة نانسي قنقر